فييجي ترامب كما ورد في كتاب بوب ودورد اللي كتب الخوف ترامب في البيتر ابيض ويقول على فتاح السيسي نصا يعني قالك كلمة ابيحة هي هي كيلر معروفة انما الكلمة التانية هي اللي مش معروفة يعني مش يعني بس الحقيقة هي طبعا كلمة ابيحة بتتقال في الافلام وطبعا ابو الافلام كلها ترامب فقالك ترامب كولد ايجيبت سيسي ايه كازا كيلر حلو قوي قالك علينا الودة قاتل ابن كازا او ابن اا اا يعني تعارف الحكاية دي عارفها بس انا رجعت للقاموس احيان تلاقيت ان بعض القاموس بتعتبر ان الكلمة ايه اركنج دي اللي انت تشوفها دي دي معناها سخيف ابزورد يعني ساعات يعني بيستخدموها كده طبعا هي لها معنى تاني دو وعلاقة بالحاجة وحشة مش حاجة مش حاجة حلو قوي لكن ده مقام عن فتاح السيسي عند مين عند ترامب دوادي ابن كازا قاتل ابن كازا الله عليك يا الله بس داك قويس طول ما بيقتل في شعب وما بيقتلش عندنا ده كمالتن ايه الكلام الغريب انه بوبورد بيحكي نقلا عن ترامب وابن كالن ترامب فترامب بيقول له تصدق الوات ده الوات ده بيسألني انا عملت ايه في التحيات واني خلي بالك يا ترامب ويقول لك زي ما تكون ضربني بالشلوت في منطقة حساسة او الله تصدق وتقوم بالله فتخيل انت ده الحاكم ايوة دي الصورة اللي حضيتها نيوزويك الاهطم والمحتوه مع بعضين اهو ده بقى الباطل بتاعهم تخيل بقى انه بنتي تتكلم واحد سيساوي ما يسواش تعريفة او تكلم عفتاح نفسه يعني ازا جات لك الفرصة ده بيتقال عليه ايه مش قاتل قاتل وثخ اناس في يعني مش جاهز اقول وثخ يعني ده اوسخ من كده مشان اللي بقول ده الكلمة وحشة قوي تعرف يعني كلمة وثخ دي ايه لا ابن كذا معرفش بس يعني ايه هكفي واحد بيقعد هنا في الاستوديو انتو بتزعانوا مني ساعدة تقول انتو عوض الكلام بس بيقعد يقول كلام غريب احنا لازم نخسوم له عشرة ايان ده مين ده ده عفتاح السيسي اللي انتو عمليه وذكر كيف يراه الغرب مش شريك ولا افريق ولا حاجة ابدا ولا حضرتك تعتقد ان الغرب بيعتمد على انه السعودية شريك ومصر شريك انت بص الغرب بيعتبر ان عبيد عنده سلطة وشعوبا فاذا اما انتفضت الشعوب انتفض الغرب اللي كي ينقذ العبيد اللي هم في الحكم عشان يزلوا العبيدي التانيين اللي هم فيه في الشارع بس يعني بس ايان بس ايان بس ايان بس ايان محتاجة تطخيم ولا تفخيم ولا حاجة ده اللي قعد قدامه وقال له سهدتك فخامتك انا هتلاقيني معك على طول في صفقة القارن يعني بالسرعة عندي قال لي يا ابن انا ما حد شرابت حاجة انت يعني ما لك ولا تعمل انت ما لكشو اي لازمة والله العظيم ترامبي عارف ان انا دي ما لاش ايه هو قال لهم حطوا الاحزيه بققكم وانا هعمل لانا عاوزه طبعا اتسألك سؤال هو عفتاح السيسي له دور في ان منظام التحرير تطرد من واشنطن او لا تطرد من واشنطن قابل ولا له دور ولا حاجة ولا ليك بتعريفه ولا تسوي ولا بتاع السعودية ولا بتاع المحرير ولا بتاع المحرير ولا اي حاكم عربي يالله يا عام قال لكش لازمة يعني ايه لكن انت ما شوف عفتاح السيسي وقعد كتلميز عند ترامب وبيلله هتلاقيني خدامك في محوط القراب وهتلاقيني معاك في ايه 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 خطة القرن صفقة القرن شوف ومعرفت الاخر يقول عليه ايه ما يقولش مسلا الصديق الوافي تعرف المره الفات قال عليه البيدال بتاعتك حلوة يا ولد الولد يعني الولد حلوة جذبتك حلوة قصدي مش مدرفك فهو شايفك كده شايفك لابو اغزة عكروت بيتموت في شعبك ويالله خلي محمد بن سلمان عكروت بيتموت في شعبه محمد ما موته بيتطلعه في صروة دي وبعدين انا 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 راجل بتعباز نسي ومزبط الدنيا وتحريم وكده انا انا راجلنا انا 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 وموイ والمواطف